موسيقى بتهمتي خطفي وقتلي سائقي توك توك وصرقة مركبته الجديدة قام شخصاني بخطفي وقتلي سائقي توك توك وإلقائه جثة هامدة في بركة بجانب بحر البقرب الشرقية موسيقى طلع بعد العصر بالتوك توك ومشي وطلع وانا قلبي بيأكلني برضو عليه ماشي بعد المغرب كده بنص ساعة أو بساعة جرس كامل مفيش حد برد امتن مركب المكنة ومشغل التسجيل ومشستمع الجرس أصبر عليه شوية وجيت لها ضربت عليه تاني لقيت التليفون مقفوض تعفل خالص بقى أحاول تاني مرة واثنين وثلاثة واربعة التليفون مقفوض هم شوروله أي واحد بتوك توك معرض لأي حد يشورله بروح واقف ما يعرفش إن اللي بشوره ده نويله على نية غادر أصلا بيركب معاه ومحمد ابني طبعا مش في دماغهم دول حيعملوا فيه حاجة فشوروله ورح اتنين رح راكب قالوا وادين على كبرى الصحارة خدهم ما وصلوش بي قبل كبرى الصحارة كان هم منزلينهم التوك توك وعايزين ياخدوا منه التوك توك كلبش في التوك توك يشدوا فيه من الولا من الولا رح هو بنزلوا من التوك توك رح ماسك مفتاح التوك توك في إيده وراح نهزم التوك توك رح ماسك المطوى وراح مدهلوا في جنب مدهلوا في جنب وراح لويها زي ما انت كنك بتقوير كوسة ولا بتنجان كده وقاعدين وفيها في بطن وكده ساب المفتاح وراحوا شايلينه وحطينه في التوك توك وراحوا واخدينه وراحين بيع على المكان اللي هو بحر البهر ده وراح في بركة بركة كبيرة كده يعني زي بحر ينامل في معالي الزبائرهم يا رب العمل في ابني وكده ما هو اللي خبت ابني دي لسه طلع من السجن واخد بقولك عشر سنين قاتل واحد هيدخل برضه بسبب ابني وياخد خمستاشر سنة عشر سنين برضه يطلع يقتل برضه طب ليه زنبه ايه محمد ابني ولا يعرفه ولا شافه ولا عام ما كان يقوله انزل اخد التوك توك وباع التوك توك بثلاث تلاف جنيه والتوك توك أصلا ثمنه سبعة وثلاثين ألف ونص والده جاي بقوله أصد علشان خطر يساعد معاه في المعيشة وجايب المعدم كمان أصد من بنك تاني ده ولد طالع يجيب له متعيش بالحلال وبساعد أهله في المعيشة يرجع لنا جثة حسبي الله ونعمل وكيل في العمل في كده يا محمد حسبي الله ونعمل وكيل فيه ومينتاج منهم ربنا أشاد الانتجاه يعني مطالب الاعدام للناس دي عشان يبقوا عبرة للناس التاني ونعملوش حياة تانية مع الناس تاني تبينت ردود أفعال مواطن الشرقية بين مؤيد ومعارض لوجود التوكتوك كوسيلة مواصلات أول هم التكاتج دي باتح بيوت اي نعم مع الناس المحترمة وفيه أعيال بلطجية عاوزين نمنع البلطجية دي معطرد على موضوع التكاتج أيو معطرد وانا عندي متنة أولع فيها دولاته معطرد مش عاوزها عادي أزينه تابل بدي مش عاوزها عاوزين نمنع الناس اللي بتسرب التكاتج وبتشد الشنط من الناس عادي أقول أمبارح عالب توكتوك من سبب واحد يشد شنطة من المواحدة بنطالب الحكومة التوكتوك اللي مش يتركز ما يشتغلش لأن التكاتج دي اللي جابها المصائب في الدني هي العام المصائب دي كلها هيتها في الدني التوكتوك اللي يركبه يركبه راجل عاجل متزل يعرف يتحاسب لأن برضو النعيد صغير يركب توكتوك واحد أكبر منه بلطاج يسرجو ويأخدوا يتباحوا زي ما حصل قبل كده ده برضو خطر بختفوا بنات يغتصبوهم بختفوا أطفال بيبهدلوا الدنيا بيمشي شابه مخطرات وشاهدين أن نحييكم من جديد بعد أن ازدادت الجرائم المتعلقة بالتوكتوك بالإضافة إلى الاتهمات المختلفة زي ما قلتلكو القبح الذي ينتشر في كل محافظات مصر استخدام التكاتك في الجريمة بكل أشكالها خطف قتل اغتصاب سرقة وكمان الأصحاب المهن سابوا المهن الأساسية وأصبحوا يستسيلون هات توكتوك وكل عيش يعني في المقابل يدافع المدافعون عن التكاتك بأنها مصدر دخل للكثير من العائلات في ظل بطالة ارتفع أصبحت أصبحت مصدر دخل وليست من أساسي مصادر الدخل أصبحت فرض علينا القتال ولم نقاتل وبالتالي لو قفلتها زي ما انت بتقول أنا بقولش بقول دلوقتي نعمل وقفة فلسطوب نقف نهو ونقول تعالوا يا بتوعي تكاتك نعيد النظر في هذه الجريمة نعيد النظر في هذه الجريمة خلينا وإحنا بنتكلم في الجانب الجريمة والتوكتوك اللي شفناه ده التهريد اللي شفناه يتعلق بمحمد السيد ابن السيدة نادية هي معانا ربنا يصبرك قولينا هنا محمد الوضع شوية مختلف لأنه هو صائق التوكتوك هنا مع قصة ياسين هو اختطفوا صائق توكتوك مش كده فهنا يعني معنا وقعتين مختلفتين محمد مش سوق توكتوك محمد شغل مع ابوه في الورشة مكانيك وبشتغل مع عمه سباك يعني بيروح الصبح مع عمه وبيجي بعد الظهر بيروح مع ابوه في الورشة فجينا جينا توكتوك عساسي دخل الدخل عشان خاطر قصاته وكده عليه فهو بيركبه ممكن ساعة او ساعتين في اليوم ده لو رجبه انتو جايبين التوكتوك لمحمد ولا لأ للبيت عندنا اللي ايه ليه لو الواحد يشتغل عليه مين اللي بيسوقه اصلا واحد بيشتغل عليه فمحمد بيطلع عليه ساعة او ساعتين في اليوم ده اه لو مش كده ومش فيه شغله ولا كده ممكن يطلع عليه ساعة او ساعتين في البلد عندنا وفي اليوم دوت هو اللي كان شغال فعليه مش كان ايجا فمحمد قال انا طالع بطلع على خط ايه على خط في الزاوية عندنا في الشرقية اه لأ المنطقة يعني امينة اه امين الحتة عندنا في البلد عندنا امين امان محمد كم سنة محمد 16 سنة رايح ولا سنة رايح ولا سنة طيب اكيد لما اللي ارتكب الجريمة شافه راكب توك توك وصغير اه فقال سهل او ان اخطفه يعني و ايه اللي حصل هو كان خدوه من الموقف على اساسي وصلوه مكان قريب مش خدوه في الحتة اللي هم قتلوه فيها دي خدوه وصله وقالو لهم عايزين نوصلنا مكان خدوه في مكان اتاري توك توك تاني وراه هم عاساسي يقولوا هم قالوا ان هم عايزين نسرقه يعني ناخد منه تليفون ناخد منه فلوس مش لقوا معه حاجة قتلوه جاي ننزل من توك توك لا مش نازل عارف ان لسه جايبينه توك توك مش كمل شهر طوكتوك دي لسه جايبينه بخمسة وخمسين الف جنيه مش كمل شهر اه يعني هو رفض النزول من الطوكتوك اه رفض الرزول نزل بالسكينة في المطول في رجله مش رودي ديوم المفتاع رحوا بالسكينة خلزينه بجنبه موتوه في ساعتها شلوه ورموه في الطوكتوك من ورا وطلعوا بيه على بحر البقر المية دي لو كان ابني نزل في قلب المية من جوا مش كنا هنلاقي له جس ان المية دي فوح حاجات بتاكل البنادمين بتاكل او 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 البهاي ما بتاكل الحاجة اللي فيها لكن هما لما راموره مو في الحشيش نصه في المية ونصه على الشط ابني قعد سبعة سبعة تيام لما مش عارفنا شكله لولا كانت فيه علامة في رجله لما الدود مشي في بدي لما شاب زي دي كده زي العسل والدود يمشي فيه ومنعرفوه الشكل ويحبزه اللي قتل ابني ده كان محبوص برضو قتل واحد قبل كده يعني قتل واحد وقعد مش عارفها كم سنه وطلع وعاش حياته برضو قتل واحد تالي وخد التوكتوك من ابني وجابه ايه بيه ايه التوكتوك باعه بايه دبعه بألفين جنيه وياريت خد ألفين جنيه دبعه وجاب بيه شمت حشيش ولا اللي بتاع البشرين وهم اتقابض عليهم كلهم مش عارفة بيقولولي مرة انقابضوا مرة يقولولي لس مش عارفة يعني بنشر بنشر القاضي بنشر كل الناس يعني فرحة لو القاضي والمستشار وكل الناس يعد يعتبروا محمد بناء بالتأكيد بالتأكيد محمد رايح من يوم اتناشر تماني لحد الضوات اللي بيتم القبض على الجامع لا ما هي هي بتقول ماتع بيقولولا اسعاد بيقولولا احنا نتبع احنا نشوف ايه اللي تم بس انا انا شايف تعليقات الناس مدام نادي انا طبعا اه في النهاية محمد اه ضحية في كل الاحوال اه وهو الحية كمان يعني اه حقه اه عندك حق يعني لابد ان يتحقق له القصص العالية بس شايف الناس هنا في كلامها في المنطقة بيقولوا ازاي اه شاب اه طفل يسوق توك توك يعني هو مش قلتلك من الاول هو مش سوق توك توك هو مش سوق توك توك لا يعني انه يسوق التوك توك حد موهنا اه اه اللي ارتكب هذه الجريمة اه تعالي يابد وصلنا خلاص يعني هو عارف انه ده طفل وحيستطيع انه هو يرتكب الجريمة معنا محمد مش طفل اولا محمد 17 سنة محمد راجل محمد بيشتغل مع عمه وشغال مع ابو في الورشة اسأل عاليه في البل شاطر ولا بيشتمه ولا بيقليد ادبه ولا بيشه بسجير ولا واحد صايع عشان نقول مثلا سوق توك توك صايع ركب توك توك زي ما ايو حد انا بيقول اتناشر سنة وحداشر سنة بيسوق توك توك محمد 17 سنة محمد 17 سنة هو كانت هرتكب جريمة مع محمد او غيره يعني هو اه هو هرتكب انا لا يعرف ايه اللي يخلى الناس دي تعتزم انه تسرق التوك توك ده عدم ترخيصه هو لو عارف ان التوك توك توك ده مقدم هو رقم شاسي او رقم مطور كان زمانه من حراميك ما سيجيبه ايوه ايه اللي يخلي يعني لو تبعشم الترخص دلوقتي كان زمانه يمسكه الحرامي ومسكه التوك توك لكن التوك توك مش مترخص عدم توجود ترخيص انا كذبت ما بحث جناية هجيبه ازاي الجاني التوك توك لو مع واحد عادي جدا معرفش اعرف ده بتاعه ولا مش بتاعه لانه مفيش دليل عليه كنت هقدر اجيب الاولا هقدر اوصل للجاني بسرعة جدا يعني كنت هدور دلوقتي عليه بس حاجة اسمها وصيلة غير مفجرة عادي جدا عذا العدي ايام يندفن بعد سبعة ايام هو مرنش سبعة ايام لما عايل زي ده يند يقعد سبعة ايام كده اوت ولا عرفنا له الشكل له الهدوم ولا عرفنا له اي حاجة من المنظر اللي ابني فيه نصف المية ونصف الشمس بس كمان علشان نحمي ناس تانية يا مادام نادية نقول انه ماينفعش هو بحكم القانون هو طرفش انت بتقول ان ده طالع من تلتة اعداد الاولى سنوي ايه يعني سفتاشر سنة خمستاشر خمستاشر كمان ستة وستة اتنى يا جماعة خلينا نتكلم بصراحة هو نعتبره خاطئ اذا كان المشروع ده اذا كان فيه ترخيص وهو خلفه فهو خاطئ اذا كان فيه رخصة قيادة لسواع التوكتوك وهو رجل ساق وهو سوص النصح حدث او صغير فهو خاطئ انما انت الحكومة سايبة الموضوع يرتع في الشارع الحاجة التانية لو انت مرخص هذا التوكتوك كان يبا سهل جدا على زباط المباحث الجنهية انهم بها يوصلوا بسرعة جدا للجانب للجانب نفس اليوم هيدور على التوكتوك يوصل لا يمكن استغناء عن التوكتوك لا يمكن استغناء عن التوكتوك كوسيلة كسب عيش ام روحين كان عند تيتا ام روحين فالولد طبعا طفل صغير فماشي سابق امه بخطوتين ثلاثة كده فعدى توكتوك من وراه راكب فيه سواق وراكبين اتنين وراه فمسكوا ياسين فبيشد ياسين جامد فطبعا امه زهلت من الموقف فالولد قاوم قاوم التوكتوك مسك بييد ويدي التانى هما بيشدوا فيه فجدت امه Choi وماسكت يدوه بمسكت رجليه وقعت على الارض بمسكت رجليه هما شدوا بالتوكتوك ويجروا هي تشد معاها تتجرب معاه على ال ارض مع صوت وصريخ منظر بشع منظر بشع جدا ام تتعالق بارجل ابنها كده بهستواترا اه في التوكتوك وهي ماسكه في رجليه هم يشدوا طبعا مش في دنهو حاجة. هو عايز ياخد الواد ويمشي. هو ما عارفش ابن مين. ولا يعرف اي حاجة. فيش اي خصوم. فيش اي حاجة خالص. طبعا فروحت ايه? عملت بقى ايه? رحت اه. طبعا الحمد الله اتحكمت فيه. اه اتحكمت فيه. وبرضو يعني مصاوب قومن عنده قومن فائده. اه. اللي فيه عندنا حفر الغاز شغال. ففيه دبش. ففيه دبشة صغيرة كده طلعة من ناتج الحفر. عطلت التوكتو. اه. فمع عطلت التوكتوك مع مع صوات الام. مع الصراخ اه اه الشارع بدأ ايه? وخلي بالك ده كان في فترة مغرب. يعني نهار احنا في مغرب. قبل المغرب. الناس كلها متواجدة. اه الناس كلها متواجدة. وشارع ده شارع الشارع في البيت بلى في وسط البلد. اه. اه. الحمد لله ربنا عدى الموضوع على خير. والولد كويس. والام طبعا منهارة بس وقته وتعد. فروحت على الاسم الشرطة عشان اعمل محضر بالواقع. طب ايه علامة التوكتوك? ما فيش. ايه سواني اكمل خلامي. اجيبه ازاي? طب لا انا معاك. اجيبه ازاي بقى? انا انا عملت شغل جامد في الموضوع ده. طبعا. اللي لك اللغز ده كله. فروحت المجاة لمركز الشرطة عشان اعمل محضر. طب ايه ايه الامارة اللي هديها لمركز الشرطة ماجد بالحبش راجل متعون جدا. طب ايه الامارة اللي انا هديها له اقول له التوكتوك اللونه اصمر. في عندي الف توكتوك. بالنسبة للاحصائية انا عندي الف توكتوك. خنافس كلها خنافس. يتعدى الالف. طيب لما نيجي نروح نتكلم معاه هقول له ايه? مفيش. طيب عايز اعمل حاجة بقى تاني. الحمد لله الموضوع بتاعي عد على خير. الموضوع الاولاني عد على خير. طب الموضوع التاني بقى ممكن يتكرر تاني. ممكن يتكرر هكلف الدولة حاجة. يعني انا رحت بموضرة جميلة جدا. وهي. وهي. منع عليه. زي بقول حضرتك. اه تبرع مني شخصي الفين جنيه. خمس تلاف جنيه زي ما يتكلف. وهعمل على كل تكتوك ورقة. اربع ورقات. ورق من ورقة. خليك ما اكمل بس. لوحة لوحة. لوحة من ورقة كده برقم. نفس الرقم على الجنبين وقدام. على كل تكتوك اربع علامات. برقم واحد. الرقم ده يعني ايه? يعني. عند مجلس المدينة. وعند اه اسم الشرطة. وفي المرور. يعني اسم صاحب التكتوك ورقم تليفونه. لقدر الله حصل اي حادث ايا كان ووضعه ايه? برقم التكتوك يعرف يجيب. يعرف يجيب. صاحب التكتوك ده وتكلم معاه. دي حاجة. الحاجة التانية هتمنع اي تكتوك غريب يدخل. انا فيه تكتوك بيجي عندي من كفر الدوار يعمل المصيبة ويمشي. تكتوك يجيلي من حش عيسى يعمل مصيبة ويمشي. نفس القصة حصلت معي. حادثين سرقة. معي شخصيا برضو. تكتوك جي وقف قدام البيت. طبعا احنا في بيت عيلة. اه. اخوتي في عمارة اربعة دوار. فمعرض ان انا عبا معي تكتوك اخويا اه صغير او اخوات كبير. اه. فجي تكتوك وقف قدام البيت بوابة كبيرة. جي تكتوك وقف قدام البيت. احنا حبتين امبوبتين ورا الباب. بحيس ان منين ما تعد على بيت الانبيب. اه اي حد فينا يغيره. فجي تكتوك وقف قدام الباب شاف الانبوبتين. بعشان بقى. جي داخل واخد الانبوبتين حطهم في التكتوك واخدهم وجري. وكل واحد فينا مفكر انه التاني. اه بأمان. اه. انه داخل يغير جايب اخدار. وجايب اشكارة علف. مئتين وعشرين جليه تقريبا. فنزلت الخدار بتاعها ونزلت الحاجة حطيتها على الرصيف. فبتتضاير عشان تنزل ايه? الليه اهه لما هزي شكارة العلف. مم. بتبص على التكتوك لقي التكتوك خاد الخاد الشكارة ومش اهه. اه. اه لو في رقم. اه. لو في رقم. لا مفكرهاش نزيل. اه. لا لا لا. شكارة كبيرة. اه. ما لو في رقم. مع هو في رقل هو نفس. اخذ مدام رشا وهي ايضا تعرضت لي اه حادث من هذا النوع مدام رشا اهلا بك. مين? الشيخ محمد من البحيرة الشيخ محمد. محمد انا محمد الشيخ. مين? محمد الشيخ. محمد الشيخ. اهلا بك اهلا بك محمد فضل. اهلا بدي. بص حضرتك اه انا حصل لي حادثة اه جريبة خالص. الحادثة دي قريبة جدا. كانت يوم الوقتة. اه. الحادثة دي اه انده انا قاعد في مكتبي. انا عند شركة زيارة كده في وسط البلد. قاعد في مكتبي. احنا بنحصل صطوة وحاجات عربيات واجهزة وكلام. قاعد في مكتبي. لقيت اه يعني ايه صوت عالي ومزعيق وبتاعة. قلت اندل اشوف فيه ايه? لان كان قسام بكتدي بالزبط. اه. نزلت مصد انا عربيتي قدام البكتة. لقيت خناقة جنب العربية بالزبط. التوك توك كان عمال يروح وييجي تبرجح وشغل اغالي وفيه اربعة شباب. اه. وفيه اربعة شباب. الاربع شباب داتوا على رجل راجل كبير اسم الحج صلاح الشرايف. الحج صلاح الشرايف ده رجل كبير ورجل من اعيان البلد يعني رجل محترم جيدة. اه. وبالناس في السرعة كانت معاهم يبدو بالراحة ومشت عارفة ايه? متعاقل الناس. ما طبعا في الغيقهم للناس. العيال ميشي تكريد بالتوك توك جنب بيت متكسر كده بالصدفة جنب مننا على طول. قعدوا ياخدوا في الطوب. اه الراجل اللي جنب منك اللي من امه وطمير ده يعرف المكان ده. عن السرعة الكنيسة بالزبط كده جنب اه جنب اه المول بتاع كريبزي الجديد ده. المول اللي هو بتاع الاستجاد الكديد ده. كان لسه دي هدد وكلام من ده خدوا طوب وقعدوا يحديفوا في الناس كلها. طيح حديفوا في الناس كلها من شوق حظي انا خدت طوبة في وشتي. طوبة نصف الف في وشتي من على بقد متر ونصف. مش مش هيقلم متر ونصف. الطوبة دي فتحت لي وشتي تمن غرز. تمن غرز. في وشتي اكين انا بلطاجي وانا راجل راجل حصل على مجلسير. وطاحب شركة. ومفروض بدرس طلبة في احد معاهد. اه وعماليتي كاسف التنظمة. واثرت على عين الثمال. ونمسك عايدت في العيد يوم ال انا كان المفروض اكون معاكم الوقت على الهو. انا عايد. السلام عليك يا دكتور. الف سلامة. الله يسلمك. وكل ده بسبب التوكتوك يعني. اه. عايدت في المستشة في العيد. عايدت في المستشة. نغم عليها. عاد الله يسلمك. الله يسلمك. عادت اربع ساعات. اربع ساعات مغم عليها. اربع ساعات مغم عليها. المسكلة القضية. طيب. وهنا لما تيجي تعمل بلاغ ما انتش لاقي حاجة طيب. مجهول. مجهول خلاص. هيعمل بلاغ في مين. طيب بلطاجة. لا الناس مسكوهم. الناس مسكوا الاولاد. طيب. طيب. بشكرك ارجع تاني مادام راشا. آآ مادام راشا اهلا بيك. هالو. هي مادام راشا اهلا بيك. سلام عليكم. عليكم السلام وطلوباركاته. سلام عليكم. عليكم السلام وطلوباركاته. تفضل يا مادام راشا تفضل يا. ايوامaudو. سايز وائل. اقولي لي ايه اللي حصل لك ايضا بسبب التوك توك انا حضرتك يا اساس واقل ليه بنت سبع سنين ونص اه لان عايزي تبعيدي عن تلفزيوني مدام براش انا قاسي طب ماشي حضرتك بنتي سبع سنين ونص حضرتك خارجة من درس القرآن اه ما بين يوم ما بين درس القرآن شارع شارع حضرتك اه اه هي خرجت ووقفت على الرصيف اللي هيعديها الشارعي اه حضرتك فوقفت عدى تكتك واثنين وثلاثة وهي وقفة حضرتك بعد ما خلص اه التكاتك انها عدت جاية بتعدي الشارع تكتك مسرع اللي سيقوا الطفل ستاشر سنة حضرتك ستاشر سنة ماشي حضرتك اه اه حضرتك اه اه خبط البنت بالعجلة الاولانية ورحت البنت نازلة تحت التكتك تحالها عشرة متر بيهرب من الناس دس على مخ البنت ساعتها جالها نزيف حد اتنقلت القصر القصر عندنا في المحلة يعتبر ميتة يعتبر حضرتك ميتة عبدوا عليه وقت اه ارتكاب الحادث الساعة اتنين ونص سابوه تاني يوم حضرتك الساعة اتنين برضو بواحد وخمسين جنيه غرامة طبعا انا اتلا بختف اه في وفاة بنتي وفي العزة وكده ودلوقتي اه الحادثة خادت اه قضية عملت تعملتها قضية ان شاء الله تعملت ترجمة ثلاثة عشرة بس انا عايز حضرتك يا سيزوائل حق بنتي مايروح حق بنتي مايروح ان هو بيهرب من الناس يا سيزوائل دفع على مخ البنت وخبطها وخبطها وبعد ما خبطها حضرتك كمل عليها يعني ما تبهليش كمل عليها البنت عندها سبع سنين ونص حضرتك يا سيزوائل البنت في النهاية توافت مات توافت يا سيزوائل راحت المستشفح بيه في حياتك بيه في حياتك بيه في حياتك بس طبعا لا يا سيزوائل أنا ما بنامشي الحسب عليها 15 يونيو أستاذ ويهل دلوقتي ما الموضوع يمشي ازاي ستلوى قبل ما اطلعه قضية 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 اقتل خطأ اقتل خطأ ايوة ما عليش تفق ايوة عنده 16 سنة ده بيعاقب يستفيد من قانون ما ينفعش خمسين جنيه كفار بيبقى قطأ بياخد فيها على اقل مسلا تهتتشور لا 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 يا فندم ده الحد سبع سنين حد سبع سنين لا 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 ايداعوا احداث ايداعوا مؤسسة احداث حدث من الرجل حسب ظروف القضية وملابسات بالزبط بالزبط يعني كل قضية لها ظروف وملابسات هي كده العملية ما شفناش فيها سبعات ولا ستات لا فيها ازاي شهور وبعيقى في التنفيذ ازاي لا 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 يا سيادة النايب انا كنت بحث في السجون المحصرية مصرعة مليئن كيف يتحقق لها القصص العادل يعني في اللانات او انا بطلب اطلع اه اطلع فاصل اه ابل ابل ما اطلع فاصل بس احنا كنا الطفل لزمان عشر خلال لا خمستاشر سنة هو ده السن اللي كنا ماشيين عليه انما نروح للامم المتحدة ونعمل 18 سنة ده وضع ما ينفعش طيب اه البلاغ اللي هو كان فيه المواطن مصطفى ابراهيم البهية احنا كنا جبنا لكم صورة العربية الملاكية اللي بيتم سرقة الماشية فيات ده في مركز كفر الزياد غربية اه اه سيد ابراهيم وبهاء ابراهيم الابيض وبحوزة الاول قطعة الماشية المسروعة يعني كان تدخل معنا احد المواطنين وقال انه اه الواقع دي حصلت معايا ايضا يعني فا فاتمنى طبعا هنا ده تم القبض على الجناه اه عشرة مايو الماضي يقدر يروح يتعرف عليهم واحنا كنا طبعا بنقول للناس يساعدونا في التوصل للمواطن هطلع فصل وطبعا هنا يعني لما يبقى فيه الجريمة يا جماعة مش هتتوقف طول ما فيه حياة فيه خير وشر وحيبتدع الناس ووسائل مختلفة كيف نفد منها كيف نفد من كان يتخيل ان يتم سرقة الماشة في عروية ملاكية لكن يعني اليقظة الامنية في سرعة القبضة على الجناه بتكون رادعا دائما زي ما حصل في هذه الوقت هطلع فصل وحنكمل معاك وناخد تعليقات اخيرة ايه اللي ممكن نعمله مع امبراطورية التوك توك في مصر